الساعة هذا الأسبوع محكمة جنح مستقنة في الدول وأرجو أن يتسع صدر مسؤولي اتحاد الكورة لضرورة التنبه الشديد لخطورة الموقف لأنه كورة المصرية مش نقصة مشاكل جزء كبير من المشاكل موجود في الدور الممتاز لصعوبة والمنافسة والندية لكن في القسم الثاني والثالث والدرجات اللي تحت لأ المشاكل كتير قوي فأنتم متخيلين أنه لما يتم إقرار وقعة تمثل سابقة أي حد هيصاب من أي لعب مهم أو في أي مباراة أي إصابة يتجاب لها تقرير طبي 21 يوم تطلع الاسم تعمل محضر عشان كده في حال السكوت على ما يجري لا إحنا محتاجين فعلا محكمة جنح مستأنف الدوري لأنه خلاص أنت كل ما يتم من إصابات يمكن الحصول لها على تقرير طبي الرباط الصليبي إصابة مقعدة ومؤذية جدا اللي هيصاب هيعمل ده وخدوا بالك دايما النار من مستصغر الشر ولما بيطلع حكم بيستند إليك سابقة محدش هيعرف محدش هيعرف يلمها بعد كده النادي الأهلي فيما يخص ما تعلق بحالة الكابتن حسين الشحاد واستدعي للتحقيق في نيابة القاهرة الجديدة الكلية وكان معاه محاميه الأستاذ أشرف عبد العزيز حسين رد على كل الأسئلة الجلسة التحقيق استقرقت تقريبا ساعة ساعة وربع رد على كل ما أثير حتى اللفظ اللي تقال باللسانه على أنه ده استغفر الله فيه ساب دين ولا حاجة تقرير الإدارة الفنية المساعدة بالداخلية للفحص الفني للنيابة أكدت أنه الأمر ما كانش كده وجملة ما كانتش ده التفاصيل الكاملة اللي موجودة في ملف النيابة هي قيد التحقيق فما لناش نحن نخوط فيها لكن ما يخص الشق الرياضي وخطورة الاستناد إليكها سابق إيه اللي ممكن يحصل النادي الآن للنهاردة بعد جواب الاتحاد الكرة هقوله لكم وأقول لكم الأهلي طالب إيه والأمور هتمشي إزاي وتفاصيل الموقف القانوني نادي أرسل مذكرة للاتحاد الكرة بيطلب فيها ردا عاجلا بخصوص ما جرى من مخالفة للواحل الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم بشأن الواقعة التي جرت بإحدى مباريات الأهلي في الدوري الموسم الماضي في ملعب الدفاع الجوي كانت يوم 23.27.23 جاء في المذكرة أن الواقع المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة تمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة يوم 24.27.23 والذي يفيد أن لجنة المسابقات اطلعت بمسؤولياتها ونظرت الواقعة بما يتفق مع بنود لأحد المسابقات في المادة التانية يعني الجواب مسبب كله بالمواد بتاعته واستندت إلى تقرير المرائب وقررت إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريب و20 ألف جنيه هذا فضلا عن قيام النادي بتوقيع عقوبة مالية أخرى على اللاعب وتم خص نصف مليون جنيه من مستحقاتي قال الآل في خطابه إن النادي فوج مؤخرا باستدعاء حسين الشحات لنيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة اللي تغرم عليها والتعاقب عليها وذلك بالمخالفة للواحل التحادين المصري والدولي والتي لا تجيز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضية تعلق بكرة القدم وأشار للمادة 38 من لائحة الانضباط وأن ما جرى من الطرف المخالف اللي هو اللاعب والنادي هو انتهاك للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية والتي أكد النادي على تقديره الكامل لها شدد الأهل في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل والإفادة بما تم لائحياً بهذا الخصوص لاتخاذ ما يراه مناسباً لحفظ حقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات أقف هنا لحظة تفضل اللايحة ببساطة شديدة جداً بتاعت لجنة المسابقات قبل ما نخش في النواح القانونية حتى بتقولك إيه؟ بتقولك ما يجري من أحداث يتضمنها تقرير الحكم خلال المباراة وبعد المباراة وحتى خروج من الاستاذ لحد ما يخرج من قط اللبس ويغدروا الاستاذ صلاحية الحكم ممتدة كل هذه الفطرة ده شأن لجنة المسابقات فيما لم يرد به ذكر في تقرير أو مراقب الحكم وهناك من الأدلة على حدوثه من الممكن اللجوء إلى لجنة الانضباط جوه اتحاد الكرة إذن إدالك اللي الحكم والمرائب قالوا إيه؟ تضمن التقرير ولا لا؟ وبعد كده قالك طب لو أنت شفت حاجة بتتظلم من حاجة ما تضمنهاش التقرير وما شفهاش الحاجة عليك بلجنة الانضباط وفي كل الأحوال الاتحاد الدولي يمنع اللجوء إلى المحاكم العادية أنا بكلمك كده ليه؟ لأن لما هتيجي هتتتبع وأنت مؤكد من غير ما شوفك كده أنت عامل كده النهاردة إيه اللي جرى في هذا الأمر؟ دي هو نقطة النقطة التانية أنا يمكن على مستوى العالم لذلك نظراً لوجود اللوائع المحلية والدولية اللي تؤكد على هذا ما استحضرتنيش وقع أبداً حد اشتكى حد فيه أنيابة ولا حد راح اسم عمل محضر لزميره الوقع في الملعب مهما وإحنا بنشوف عنف عنف بره فرقتين بيضربوا بعض وبيضربوا حاجة ما هو ما شفناش حد خالص ما سمعناش الله أعلم ممكن يبقى فيه حد يقول لنا فدي برضو إحنا إذا كان هذا الأمر هكذا إحنا بنسن مبدأ وبنسن مبدأ تاني أن إحنا لا نعبق بالمعايير بتاعت الاتحاد الدولي إذا كان إذا كان فعلاً ما بيسمعش بشكل قاطع كما ست يعني تظهر لنا الآن اللجوء للمحاكم حتى في إطار العلاقات الإنسانية لما ناس بتتخانم مع بعض ويحدث اعتذار واعتذار علني ويعاقب الشخص المسؤول ويتكرر من أهل البيت اتخاذ إجراءات ما مقبول الصلح ومقبول أن الناس اللي بتلجأ لشيخ القبيلة والعواعل بتحل الأمور بنا بين بعضها هذا أمر ما لوش سابقة وأرجوه أنه ما يقولوش لاحقة طيب الكلام مهم جداً يا جماعة وحناخدها خطوة خطوة أول نقطة لازم أن نقف عندها الرفض التام لسلوك أي لعب في الملعب يخرج عن النظام والأخلال حسين الشحات تعرض لاستفزاز شديد جداً من اللعب محمد الشيبي طوال هذه المباراة اللي كانت 24 سبعة والناس شافت إشارات من نفس اللعب الشيبي الجماهير الأهل إشارات خارجة واللعب نفسه سلوكه مش أحسن حاجة طرد قبل كده وهو لعب في المغرب كتير لما صدرت ضده عقوبات سلوكية يعني من النوع أو هو نوع من اللعيبة اللي ممكن تقول عليها مستفزة أو سلوكاتها في الملعب ما هيش في درجة انضباطية عالية بواقع أو بحكم العقوبات اللي صدرت ضده حتى في المغرب حسين الشحات تعرض لهذا الاستفزاز استجابته لهذا الاستفزاز غلط تصرفه مع اللاعب غلط النادي الأهلي كان أول من رفض سلوك اللاعب وعقبه فوقتها تفاكرين كان الكابتن سادعب حفيز المدير كورة خد ضده عقوبة أعلنت في حينها واللعيبة في الملعب ثم الكابتن محمود الخطيب بعدها أخذ قرار ضعف العقوبة عقد الكابتن محمود الخطيب أنا بكلمكو ده في 24 سبع تاني يوم للمباراة مباشرة اللي كانت 23 عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعاً مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية كابتن زكريا نصف وحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الدارة وكابتن سادع وحفيز مدير الكورة ناقش رئيس النادي خلال الاجتماع ما جاء في التقرير المقدم من مدير الكورة بخصوص الأحداث المرفوضة شكلاً وموضوعاً التي جرت بملعب الدفاع الجوي عقب مباراة أمس الأول ورغم أن النادي حقق ما تتمنى جمهيره وهذا الموسم على صعيد البطولات التي شارك فيها وقدم موسماً متميزاً لكن هذا لن يكون مبرراً دي النقطة لأي حد عايز يزايد مع الآلف منطقة الأخلاق والحرص على السلوك لكن هذا لن يكون مبرراً للسماع بأن يخرج أي من عناصر المنظومة عن الضوابط السابت لذا تقرر تغريم حسين الشحات لعب الفريق الأول نصف مليون جنيه بعد الأخذ في الحسبان اعتراف اللعب بالخطأ والاعتذار عما بادر منه هو اعتذر في لقطة شافتها كل الناس وحنشوفها دلوقتي في قط اللبس يعني على خارج قط اللبس على طول خارج وهم في الملعب راح لللاعب بس واعتذر له وقال له انت انت اللي انت جوازت كتير انت ثبت أمي وزوجت كتير نفس اللفظ فالتاني قال له حقك على راسي وبس راسه وبس راسه كابتن حسين بس راسه واللاعب قابل هذا بالزبط اعرضها ونشوفها لانه كان حتى في حضور هاني سعيد مدير الكرة هاني عملوا الضور السليم اني جابهم عمل ورد كيف لم ينتقل كان فيه صوت لو الصوت واضح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسين بيعتذر له الطبيعي الطبيعي طبيعي 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 امك وزوجتك على راسه في الامور الطبيعية بينتهي الامر عند هذا الحد طيب واتحاده الكرة بعد كده عمل ايه اذا احنا شفنا موقف الاهلي قبل اي حد وشفنا اعتذار حسين الشحات قبل اي حاجة قبل ما يخرج من الملعب من الاستاذ اتحاده الكرة اعمل اللوايح بتاعته في الواقع وجاله تقرير مرائب المباراة فقررت لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامر حسين قررت ربطة الاندية المصرية المحترفة برئاسة احمد دياب بالتنسيق مع ادارة المسابقات برئاسة عامر حسين بصوا عقاب من الجهة اللي منوط بها ادارة المسابقة ايقاف حسين الشحات لعب النادي الاهلي مباراتين وتغريمه 20 الف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة الاهلي وبيرامنس اكد عامر حسين من جانبه ان الرابطة طبقت اللائحة على حسين الشحات التي تؤكد ايقاف اي لعب يصدر منه سلوك غير رياضي تجاه المنافس عقب المباراة بالايقاف مباراتين وتغريمه ماليا 20 الف جنيه دي فيزيتة موجودة اتطبقت لان القرار اللي جيه او التأرير اللي جيه من مرائب المباراة لإدارة المسابقات انه ارتكب سلوك غير رياضي اوضح عامر حسين وقتها ان العقوبة تتضاعف على اللاعب في حال قيامي بسلوك غير رياضي اثناء المباراة لكن بعد اللقاء فان اللاعحة تنص على ايقافه مباراتين وتغريمه ماليا 20 الف جنيه لافتا الى ان معاقبة اللاعب بالايقاف من 4 الى 8 مباراة تكون في حالة تعديه على حكم المباراة وليس على اي لاعب منافس وشدد عامر حسين وقتها في تصريحاته على ان ربطة الاندية تطبق اللائحة المعمول بها في المباراة المعتمدة من الاندية منذ بداية الموسم لافتا الى ان تأرير مراقب هذه المباراة اكد ان لاعب الالي قام بصفع لاعب بيرامدز بعد المباراة مشيرا الى ان عتزر حسين الشحاتة الذي قام به اتجاه لاعب بيرامدز لا يعفيه من العقوبة التي صدرت وفقا لإيه لللاقاح ده اللي حصل من هنا بقى عادي برضو نقف عشان نوضح كذا حاجة ربما بيرامدز ما عجبوش هذا القرار وهذا حقه فلجأ الى حقه في الاستعلاف الى امام لاجنة الصحة كده الامور ماشية قانونا صح قانونا صح وان كان طبيعة الامور كنت تتصور ناحا انتهت بالاعتذارات ولكن ولكن زي ما انت بتقول ممكن انا بقى اقول ايه لانه وقتها قالك يا بلاش تضرب واحد بالقلم تخدلك او ممكن العقوبة تباني انها خفيفة او ممكن العقوبة تباني انها مش مقنعة ولكن دي الليحة اذا كنا عايزين نغيرها نغيرها ولكن هل حصل مجاملة هل حصل تجاوز هل هناك طريقة اخرى امام لجنة مسابقات كانت تاخد بيها العقوبة هو ده طبقية الليحة مش عجبنا كلنا نتعالوا نعدلها وده اللي اشار اليه الكابتن عامر حسين وقتها انه العقوبة وفقا للليحة اللي اقرتها الاندية وافقت عليها يعني كله بالزبط مبلغ بهذه الليحة زي ما الموانس عد بيقول انت عايز تقول اللعب اللي يضرب واحد بالقلم او يرتكب سلوغ الرياضي وتوصف السلوغ الرياضي ايه عايز تديله مليون جنيه ادهاله عايز توقفه سنة ادهاله بس ايه ما فيش عقوبة من غير نص وما فيش نص من غير لايحة اما وانه الامر كان منظم لائحيا لجأ بيرامز بالفعل الى لجنة التظلمات برئاسة المستشار عدل الشرباجي وقتها اللي توفى لاحقا عليه رحمة الله راحت لجنة التظلمات قررت رفض التظلم المقدم من نادي بيرامز ولعبه محمد الشيبي لتغلز عقوبة حسين الشحات لعب الاهلي بعد الازمة طب ليه ايادت لجنة التظلمات لجنة المسابقات بيقاف حسين الشحات مبارتين وتغريمه 20 الف جنيه بعد الاطلاع على تقرير الحكم ومرائب المباراة وشريط المباراة الاصلي يبقى لما راحت للجنة التظلمات لجنة التظلمات اولا انت بتتظلم للجنة التظلمات ضد قرار لجنة المسابقات فاللي عملته لجنة التظلمات وكلهم سادة مستشارين للجنة المسابقات انت خدت القرار ده بناء على ايه هو بيحاكم الحكم بيحاكم القرار نفسه فلاقى أنه استند إلى شريط المباراة إلى تأرير الحكم إلى تأرير المرائب إلى ليحة العقوبات اللي قصة بالمسابقة فبناء على ما استقر لدى لجنة التظلمات أن الإجراءات اللي أخدتها لجنة المسابقات سليمة 100% لائحيا تم رفض التظلم بتاع نادي بيرامدز اللي المفترض وفقاً للنسق الرياضي والتدرج بتاع لجنة اتحاد الكرة الأمر منتهي هل انتهى؟ لا ده راح في سكة تانية خالص فيها كواليس كتيرة بعد الفصل